موسيقى في ذكرى القاضة الشهداء أطل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومعه ملفات كثيرة وعلى أهميتها كلها خصص نصر الله مساحة كبيرة من خطابه للرد على كلام رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مهرجان ليبيان خصوصا الجزء الذي اتهم فيه الحريري حزب الله بأنه يعترف بواقع السلاح ويتمسك بمعادلة كل السياسات في خدمة السلاح نصر الله رد على كل تفصيل في كلام الحريري نبدأ بالأول من رشوة رئيس ميقاتي أولا ما دي صح له معلوماته الوزير الذي تم التنازل عنه لم يكن من حصة حزب الله وإنما كان من حصة حركة أمل هاي أول شي معلوماته غلط انت عرضت علينا تحييد السلاح وبقاء السلاح وحفظ السلاح مقابل أن نقبل بك مجددا رئيسا للحكومة وما قبلنا ما بعرف هلأ شوية أنا محتعو بجزلي أقول مثلا أنه يومتا أنت عرضت علينا رشوة ونحن مقابلناها ولا شو التعبير الصحيح وعن كلام الحريري عن استعداد حزب الله لمجارات عون في قانون الانتخاب سأل نصر الله إذا جرينا حليفنا وأصغينا إلى هواجسه هذا عيب أم أمر يحمد عليه الإنسان مؤكدا أن حزب الله على عكس تيار المستقبل يقف إلى جانب خيارات حلفائه قانون اللي قال الأورتودكسي نحن كمان مقتنعين فيه نحن اقتنعنا فيه هو الموضوع مش موضوع ممالأة مش موضوع أنه أنا ماشي مع حليفة على العمياني لا أنا مقتنع وشايف هذا فيه مصلحة وقلت المرة الماضية أنه المسيحيين بلبنان بيعتبروا هيدا فرصة لمناصفة حقيقية خلنا نعطيهم هاي الفرصة أما عن النائب وليد جنبلاط وعلى مسامع ممثله في المهرجان ضافر ناصر الذي حضر أيضا في الصف الأول لمهرجان لبيال قبل أيام توجه نصر الله إلى الحريري بالقول زعلان لأنه ما عم تآتل نحن وليد جنبلاط ما حفظ الألقاب بدك يانا تآتل بدك حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي تآتلوا على خلفية الاختلاف على الموقف من سوريا نحن مش هيك نصر الله أعادت تذكير بموقف الشهيد رفيق الحريري من سلاح حزب الله واضعا ذلك الموقف التاريخي للحريري برسم نجله السعد قال أنا مع بقاء المقاومة ومع بقاء سلاح المقاومة مش حتى الانسحاب من مزارع شبعة وتلال كفرشوبة مش حتى عودة الأسرى من السجون الإسرائيلية لا أكثر من هيك أنا أقول لك بصراحة أنا مع بقاء المقاومة وسلاح المقاومة إلى حين حصول وتوقيع سلام عادل وشامل إذا يومها يا سيد إلتلي لا أنا ما بدي سلم سلاحي فأنا أقدم استقالتي وأغادر لبنان ولست حاضرا أن أدخل في معركة مع المقاومة في لبنان في الملفات الخارجية وعلى خلفية حادث بلغاريا أكد نصر الله أن إسرائيل لا تحتاج إلى عذر كي تشن حربا على لبنان منتقدا من يسويقون لعدوان إسرائيلي على لبنان مقللا من شأن هذه التحليلات ومؤكدا جهوزية حزب الله الكاملة للمواجهة اليوم المقاومة في لبنان في كامل عدتها كل ما نحتاجه عندنا الآن في لبنان ما منحتاج ننقلو لا من السورية ولا من إيران هم يعرفون بس بالدرجة أذكر مطاراتهم موانئهم محطات الكهرباء تبعهم نحن محطات الكهرباء لدينا كل حال بدها تغيير مش هيك؟ في عندهم بس أنا يمكن حكيكم سابقا في عندهم محطة كهرباء في عندهم كما محطة كهرباء تغرق إسرائيل في الظلام بدهم كم صاروخ بس كم صاروخ تغرق إسرائيل في الظلام نصر الله ختم بتجديد التأكيد على تأييد قانون اللقاء الأرثودوكسي واستعداد حزب الله للتصويت عليه في حال عرض لتصويت ترجمة نانسي قنقر